استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بالتوجه وأعضاء الحكومة بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى الثالثة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير مؤكدا مؤصلة مسيرة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر وخلال الاجتماع استعرض مدبولي جهود مصر المستمرة لاحتواء التوترات التي تشهدها المنطقة خاصة في ظل الأزمة الإنسانية بقطع غزة عبر بذل المساعي لوقف العدوان وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين من ناحية أخرى أشاد رئيس الوزراء بتنظيم الجيد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بما يعزز ريادة ثقافية والتأثير التنويري لمصر كما أشاد أيضا مدبولي بفوز مصر الثالث على توالي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال الفين واربعة وعشرين هذا وتنول الاجتماع موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والتي تتواصل على مدار سلسة أشهر تنتهي بنهاية يناير الجاري وتم مدها لسلسة أشهر كمهلة إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة كما استعلض رئيس الوزراء نتائج المؤتمر الذي نظمته وزارة التعليم حول نظام التعليم السيم في مصر والذي يأتي إيمانا بأهمية التعليم وطعظم دوره في تحقيق ما تزب إليه الجمهورية الجديدة من بناء المواطن على أسس عصرية راسخة